والتشاؤم وعزاء المشاهدين من بعض ما يحدث يمكن تحويله إلى تفاؤل جميل بكلمات بسيطة تعيد إلى النفس هدوءها في طريق مسيرتها نحو أهدافها قيل إن المنصور بن أبي عامر الأندلسي مؤسس الدولة العالمية كان إذا قصد غزاة عقد لواءه بجامع قرطبة ولم يسر إلى الغزاه إلا من الجامع فاتفق أنه في بعض حركاته للغزاه توجه إلى الجامع لعقد اللواء فاجتمع عنده القضاة والعلماء وأرباب الدولة فرفع حامل اللواء اللواء فصادف ثرية من قنديل الجامع فانكسرت على اللواء وتبدد عليه الزيت فتطير الحاضرون يعني تشاؤموا من ذلك وتغير وجه المنصور فقال الرجل أبشر يا أمير المؤمنين بغزاة هينة وغنيمة سارة فقد بلغت أعلامك الثرية وسقاها الله من شجرة مباركة فاستحسن المنصور ذلك واستبشر به وكانت الغزوة من أبرك الغزوات ومثل هذا لما خرج المنصور العباسي إلى قتال أبي يزيد الخارجي في جماعة من الأولياء وواجه الحصن سقط الرمح من يده فأخذه بعض الأولياء فمسحه وقال وألقت عصاها واستقر بها النوى كما قر عينا بالإياب المسافر فضحك المنصور وقال لما لم تقل فألقى موسى عصاه فقال يا أمير المؤمنين العبد تكلم بما عنده من إشارات المتأدبين وتكلم أمير المؤمنين بما أنزل على النبي من كلام رب العالمين فكان الأمر على ما ذكره وأخذ الحصن وحصل الضفر بأبي يزيد